اهلا بحضوركم مرة اخرى شرافنا بنوارني فيها زي الفكرة مروان شافه ومحمد جمال الاصدقاء الاعزاء مروان مشهر رفض حبيبك ايمو دايما مبسوط معك اخبارك 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 كويسة شكلكم مبسوطين اه مبسوط عشان معك بغض نظر عن نتائج يعني مبسوطين دايما مبسوط دا كما بعد رجابك و تشاركوني احزان يا اصلا تتفرجت عاماتش مانشستر اتفرجت اه مبسوط يا طبعا ممش مبسوط طبعا مش مبسوط واضح واضح مش مبسوط يعني عارف متوقع يعني اه اه امش امش احب اقول الحاجة يعني لا يعني منجلس سوينويتد بتعاني معاناج جيدة جدا من أيام السر يا كريم الموضوع فهم متكرر اختيارات مدربين غلط اختيارات لعيبة غلط تاكتق غلط قبل الهوقت بتقول لي مفيش حتى ردة فعل بعد تلقي الهدف مع انك مخلص في الواندا متروبوليتانو واحد واحد ومسجل في دي 84 يعني عمل كومباك هو دقيق للنهاردة مش الهدف اللي داخل في منجلس سوينويتد عشان الاهداف دي بنشوفها كتير يعني كل الأخطاء الدفاعية اللي فيها ردة الفعل بس مفيش الأكشن نفيس وخالص اللي هو دخل فينا جون يا حبيب تخرج من داول أبطال دا جون يعني انت جون واحد هترجع وتلعب اكسترا تايم بزدد لكن بشوف منظومة عندها مشاكل كبيرة دفاعيا وهجوميا من المدرب انا قبل كده قلت لك ان رجنك مع سيميوني كمقارنة أرقام في الشامبيونز ديج واحد وصل بس الأدوار الاقصائية أكتر من 8-9 مواسم والتاني درب في تاريخه كله في الشامبيونز ديج حاجة وعشرين ماتش فمدرب متمرس في البطولة سيميوني ومدرب تاني عنده أفكار متطورة عنده أفكار كاسبورس ديركتور لكن على أرض الملعب أعتقد انه هو ما يصلحش انه هو يكون مدرب منشستر يونيتد ولا حتى الفترة مؤقتة لان الفترة المؤقتة دي انت بتخسر فيها تشامبيونز ديج وانا بقول ان انت كمان ممكن تخسر المقعد الرابع في الدوري لان أرسنل ماشي بشكل كويس تشلسي بشكل كويس ليبربول وستي توتنم مع كونتي شكلهم أفضل وستي هام برضو مع مويس فانت ممكن تخسر المركز الرابع وللأسف يا كريم انت اذا خسرت المركز الرابع انت ما في الماء خسرت كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو استحالة يكمل في منشستر يونيتد والسنة الجاية شرك في اليوروبا ليج في آخر سنة أو سنتين في مسيرتو هتبقى صعب قوي نروح لعب معمورتو صعب صعب يرجع بقتدار بكارامتو كريستيانو رونالدو انتوني كونتي في المباراة الماضية ومباراة توتن هام اللي جاب فيها كريستيانو رونالدو هاتريك في المؤتمر الصحب بعد المباراة قال ان منشستر يبقتون بكريستيانو لو كريستيانو ما كانش موجود كان هتبقى النتيجة مختلفة احساسي بقى ان منشستي يونياتي الطويل الوقت هو انا عايز ادي لكريستيانو زي يا فاكر عارف الساعة الكوبر ادي لصلاح ادي لصلاح النهاردة حتى الكوبر العرضية معلقة كده بلونة اي حاجة هو كريستيانا هداه في نوت فهمكة الكونسست اللي بقى عند اللعبين ان كريستيانا يعرف نوت لكن كمنظومة فريق ولا اي حاجة ولا بنى هاجمي بالشكل سليم ولا عرضيات بشكل سليم ولا تميليات بشكل سليم ولا تصويرات بشكل سليم انت حاول تدي الاوفر لكريستيانو ان شاء الله هياعرفه نوت نقطين مهمين يا كريم النقطة الاولانية اللي كان بيتكلم فيها مار况 المنزومة المنزومة نفسها فيها مشكلة الدخول في المباراة كان صعب جدا وسيء جدا لما أدخل المباراة دي وعرف أن أنا ألعب سيميوني وسميوني ما بيغيرش التاكتك بتاعه كتير حتى هو السنة دي كمان خلي بالك أن أتلات كومدريد مش في أحسن أحواله في الليجة أتلات كومدريد رابع الليجة هو خلاص حقق التارجت اللي هو عايزه هو عايز يوصل لأبعد نقطة في الشامبينز ليج عايز يخطف البطاقة الرابعة مع برشلونة وأشبلية والريال في الليجة ويتأهل السنة جاء للشامبينز ليج دي كل أهداف سيميوني السنة دي يجو سيميوني لما يدخل المباراة بالشكل المعتاد بتاعه وهو متعايد الواحد واحد في الواندا مترو بيرتاليو لما يجي النهاردة يخش رجنك يدخل المباراة بالأربعة تنين تلاتة واحد قدام سيميوني وبيلعبه تلاتة أربعة تلاتة وبعد كده بعد ما بيسجل أتلاتكو مدريد ده بعد الهدف الملغي بعد ما بيسجل أتلاتكو مدريد بيظل متشاستر المعتاد بالأربعة تنين تلاتة واحد للا أثبتت عدم فعلياتها من بداية المباراة فأنت داخل بشكل سيء ما قدرتش تغير خلال أحداث المباراة دي يجو سيميوني بعد ما سجل قالب التلاتة أربعة تلاتة وابتلق إنه يرجع بالعشرة تحت الكورة الشوت التاني كله دي يجو سيميوني بيلعب بالعشرة تحت الكورة مستحيل إنه انت تعرف تختارقه بالطريقة دي فبترى يعمل إيه الجملة اللي انت قلتها بقى كريم بعلق لكريستانو أنا مستنى المنقذ إنه هو يجيب لي جول في أي وقت وده في الكورة اسمه فلس طبعا أنا وصلت الحالة من الإفلاس أنا مستنى كريستانو إنه هو يرجعني تاني في المباراة ردت الفعل ردت الفعل بتقول إنه الفرقة كلها ما عندهاش قناعة إنها تقدر تسجل أنا مستنى لو كريستانو ما سجلش يبقى اليوناتيد مش هسجل وده مشكلة كبيرة جدا جدا في المنظومة زي ما قلنا دخول المباراة سيئة جدا مع رجنك إدارة المباراة سيئة جدا جدا معظم اللاعبين مش في حالتهم ونرجع تاني لما تيجي تبص على السكواد نفسه أو اللاين اوب اللي بدخل به رجنك سواء في البريمير ليج أو في الشامبينز ليج سكواد متهالك حتى لو أنا عايز أعمل مشروع أنا الرجل ده سبورتيف داريكتر الرجل ده مش مدير فني فأنا لو رحت جبته عشان يعمل المشروع ده أنا أفسدت كل محاولات رجنك إن هو يعمل المشروع ده لأنني حطيته في بوزيشن مش بتاعه أنا حطيت رجنك في بوزيشن أضر نفسه وأضر اليونايتيد ما عندهش الخبرات الكافية إن هو يبقى موجود في الشامبينز ليج فرجنك لا هو مناسب لليونايتيد ولا اليونايتيد مناسب لي والنقطة الأخيرة لو اليونايتيد لم ينهي البريمير ليج في المقعد الرابع لأنه خلاص الثلاث مركز الأولينين بشكل كبير قوي المركز الأول ما بين السيتي وليفربول المركز الثالث تشيلسي خلاص قريب منه جدا المعركة كلها في البريمير ليج هكون ما بين ويستام أرسنال توتنام اليونايتيد لو ما قدرش يخلص مشروع اليونايتيد بالكامل هينهار السيزن اللي جاي كريسانو زي ما أنت قلت مستحيل يبقى موجود السيزن اللي جاي واليونايتيد مش موجود في الشامبينز ليج الفرقة نفسها عشان أعمل ده الفلوس والمداخيل اللي هتبطي تخش الفرقة عشان أنا هلعب في الشامبينز ليج ده مش هيدخل فالفلوس دي نفسها هتقدل المشروع كله هينهارا عمتها ومشروع كله منهار بقى روز 7-8 سنين لأ ما هو بترى جاب رجلك عشان شغل رجل ده سبورتف داريكتر كمدير فني مؤقت السنة دي أنا بس عندي نقطة أنا بشوف يمكن خسارة منشاستر يونايتيد للنهاردة وإذا ما تأهلش الشامبينز ليج على الورق وتوضح بالنسبة لنا إن هي خسارة كبيرة وممكن تضمر المشروع في وجهة نظري هي ممكن تبقى بداية لمشروع جديد ياخد فترة طويلة للنجاح زي مشروع أرسنل أرسنل النجاحات اللي وصلت لها دلوقتي وصلت لها لما ارتاحت من صداع البطولات الأوروبية ما قدرش أقول إن أرسنل نجاحات على قد ما أقول إنه بدأ يتحسس طريق النجاح يمسك الترك وصل لمدرب أفكاره مقنعة للجمهور أفكاره مقنعة للإدارة وصل للترك معين زي ما كان دكتور جميل بيتكلم وصل للعيبة وسكواد معين أنا بشوف إن اليونيتد محتاج يتخلص من حاجتين يتخلص من توقعات العالية للجمهور والناس تنزل على أرض الواقع إن الفريق دلوقتي محتاج بونا جديد وبيمر في فترة مش حينفع تنافس فيها وينزل على وقع تاني إنه هو فكرة الاعتماد على السوبرستار الواحد خلص هي بقت فكرة مش نجحة في العالم كله في ظل كوبرسن كريستيانو ونقطة أخيرة فنية فكرة إن أنا إذا عايز أعتمد على كريستيانو كل خطتي على كريستيانو ما روحش أحطه كاسترايكر نمرة تسعة وقدام فريق بيلعب بتلات مدفعين لأنا كده بسلمه للتلات مدفعين على ألقل كده طياره مثلا على جنب اللجناب وأبدأ بكافاني عشان واحد ياخد العين من كريستيانو لكن إدارة المارش كلها كان فيها مشاكل طيب هكلمكو بعد الفاصل عن مواجهة قوي جدا النهاردة مش بكرة يعني ليفربول وأرسنل هم مواجهة في منتهى الأهمية لليفول عشان مباراة صعبة جدا أرسنل زي ما احنا اتفعلنا أنه هو في أفضل أحواله ليفربول محتاجي الفوز ده جدا عشان يقرب جدا جدا من منشنستر سيتي على صدائة البريمين ليج هسأل جمال ومروان بعد هذا الفاصل هل ديكم معنا يعني بحقكم مرة أخرى زي ما تقول لكم مواجهة كبيرة جدا في الدولة الإنجليزي النهاردة ساعة عشر الرابع بين ليفربول وأرسنل مواجهة في منتهى صعبة ليفربول يكسب يبقى فرق نقطة واحدة مع منشنستر سيتي على الصدارة جمال المواجهة دي كبيرة قوي المواجهة كبيرة وصعبة من سنة ولا سنتين ولا تلاتة تبقى مواجهة سهلة جدا أرسنل كان في أسوأ حوالك لكن السنة دي أرسنل غير أرسنل معرتات مختلف تماما ليفربول عنده تارجت أنه ياخد البريمير ليج أرسنل عنده تارجت عايز ياخد المركز الرابع ويتقهل للشامبينز ليج علشان يحي بمزيد من النجاح المشروع اللي هو بيعمله مجموعة الشباب اللي موجودة في الفرقة اللي نجحها بشكل كبير جدا وانت قلت نقطة تحت الهواء قلت نقطة عظيمة جدا بالنسبة لأرسنل قلت أنه أرسنل أنا مش أقول أنه هم عملوا نجاحات بومينج نجاحات كبيرة لكن هم مقارنة بالستاندر اللي اتحطت في سنة 2-3 اللي فاتوا لا هم عمليين نجاحات لأن أنا سبرت على المشروع ده وجمهور أرسنل وصل لمرحلة أنه خلاص ما بقاش منتظر فالنقطة تسقف التوقعات اللي كان بيتكلم عليها مروان نزلت شوية عند أرسنل قدروا السنة دي أن هم يوصلوا للحالة من الأدابتيشن أو التكيف مع التوقعات النزلت شوية أرسنل دلوقتي بينافس على المركز الرابع ماشيين بشكل جاي جدا مع المجموعة اللي موجودة مع أرتاتا في الناحية التانية ليبربول ما قدموش حلول ليبربول لازم يكسب كل المبارات اللي جاية بما فيها مواجهة 10 أبريل مع السيتي في ملعب الاتحاد فمهم جدا جدا أن هم يلعبوا أرسنل ويكسبوا أرسنل لأنه ما عندهمش حلول هم بكرة التعادل المعناوي النفسي المهم جدا اللي عملوا السيتي مع كريستال بلاس والهدية اللي ادعالهم أفييرا المدير الفاني لكريستال بلاس وقدر أنه هو يتعادل مع السيتي بياخد منه 4 بنت في نفس السيزن كسب الموتشو دولية كسب وتعادل يبخد منه 4 بنت فيخد منه 4 بنت في نفس السيزن فالدامه هدية هل بقى ليفر بول اعتقد ان هم هيستغلوا عمش هيفراتوا في المباراة دي ويسيبوا الأمور معلقة كما هي لمباراة ملعب الاتحادي ومعاشر ان شاء الله ليفر بول وصلها هيلعب يا رب لو بقال النهاردة ان هيلعب ان شاء الله بس يعني لو في ممكن يبقى احتياتي او اساسي بس على قال لي يبقى موجود فرق انا بخلي بالك شارك في تمرينة واحدة جزء من تمرينة كمان فمظنش ان احتمالك كبيرا انه يبدأ المباراة لكن نفسيا على الاله يكون موجود طبعا في الاسكواد اتمنى يكون موجود في الاسكواد وبعد ما يبدأش طبعا حافظا ليه علينا يعني هم لسه قدامه كتير انا فكرت في كده اوه احنا منحب ليفر بول عشان خاطر محمد صلاة بزبط اوه بس لو هنخسر محمد صلاة لا خلاص في الشرقة اش هايزينه يرسر بكرة ولا يتعمل اي حاج صح بس انا بشوف ان ليفر بول بيحط ضغط على منشستر سيتي انا مكنش متوقعه بصراحة يعني ضغط ان هما يعودوا يكسبوا انتفاكر كريم في شهر 12 ويناير كان باريخ ويسر لا وكل لنا كلها التفاعلة ان سيتي خدت دوري من نص الموسيقى انا كنت تفاكر كده بصراحة يعني ده كانت توقعاتي فاكرة ان هما رجعوا يقعوا بالشكل ده فاكرة الليفر بول عمل ستريك رهيبة وفي ظل كاس امو افراقيا الكريت كورو يرجع لكلوب والعين كلوب في التعاقد مع لويز دياز والاعتماد على ديجو جيوتا واعتماد على باقي الاسكواد ماتش بكرة من السهل ماتش في الامريتز زي ما دكتور جمال بيقول ارسنال عندهم يعني تموح كبير جدا هي العودة تاني للشامبينز ليج بعد سنين طويلة ومش بكين على حاجة خلي بالك ان هما لسه عندهم اصلا ماتشين فرق غير ماتش بكرة ما بينهم وبين اليونيتد فهما لسه عندهم الفرصة ان هما يعوضوا والمعروف عن ارسنال اللي هو فريق بيلعب كرة الممتعة فريق بيلعب للهجوم فريق عمره ما بيقف وراء حتى ما عارضيته في التزام دفاعي او في بالانس لحد ما لكن فريق حيدي ليفربول مساحة ان هو يدخل في الجيم وانا بشوف ان مش بس كمان ماتش منشستر سيتي في الاتحاد هو اللي هيحسم لأ انا متوقع ان الفريقين حيقعوا لسه مع الفرق الصغيرة هو ده النقط اللي انت ممكن تفقدها هي دي النقط اللي هتحسن الفرق صغيرة بين كوسين اه انا اصدف فرق يعني انا فاهم انا فاهم انا فاهم انا فاهم خمسة كبار كلهم فرق كبيرة انا عارف فريمير ليجين بتحب فريمير ليجين طبعا كلهم مرعبين طيب تيجو نروح لمنتخب مصر بسرعة في قائمة بدأت تنتشر تصرب لمنتخب مصر ملحوظاتك على هذه القائمة مفوض نعمل ايه مع المنتخب الفترة الجاء مفوض يعني المنتخب يشتغل ازاي الفترة الجاء الناس علينا شوية من هبوط بعض مستوى اللاعبين سوى مع الاهلي او مع الزمالك قلق انه منتخب سنغالي منتخب قوي يعني اتطمن ازاي الحالة اللي كان عليها بعض اللاعبين واللي الناس بنتبهها للقلق شوية بعد اللاعبة دي ما راجعت قنديتها بترجعنا لما كنا بنتكلم على الكيروش وهو ايه اللي نجح فيه كيروش كيروش نجح في خلق منظومة فاللعيب بينجح داخل المنظومة مش خارجها ده يدي للناس مزيد من الطمأنينة انه حالة الهزة اللي كانت عند بعض اللاعبين دون تسميع ده بسبب رجوعهم دخلوا في سيستم تاني طبيعي اي لعب لما بيوصل للبيك بيجي لوقت بعدها بيحصلوا شوية انخفاض في المستوى اللعبة تانية هترجع تخش جوى السيستم علشان كده لما تيجي نحط تعليق على القائمة المتدولة ما بينقصين المتدولة لازم اقول انه كيروش مش اغير كتير وما ينفعش غير كتير الفرقة ما اتجمعتش من بعض امم افريقيا ما اقدرش ان انا اغير وانا رايحة لعب الفرق ده واعمل تغييرات بلاس التغييرات الاضطرارية اللي عندي انا عندي تغييرات اضطرارية بدخول بلاعب زي محمد هاني تغيير اضطراري ما اقدرش ان انا ما عنديش اي اوبشن ان انا ما دخلش محمد هاني عدم موجود احمد حجازي خلاص هلعب بالاثنين سنتر باكس اللي كانوا موجودين ونهيد بيه مباراة لسنغال حجازي والوينش وعبد المنهم بسبب غياب حجازي نفس الوقت الاداء العالي جدا والموفق جدا بعد انتقاله للدوري التركي بيجبر كيروش انه يحطه ضمن حساباته انه وارد جدا نلاقيه في التشكيل بدلا منه عمر برموش عمرو مش اكيد هيتم استدعاقه لكن باتكلم عن لاين اوب انه يبقى موجود في المباراة لكن باقي المراكز التغيير فيها هيبقى فيه قضيق الحدود الراجل هيعتمد على معظم العواصر اللي انسجمت بشكل كبير جدا خلال كاسة الامم اللي فاتت واللي نهت اخر مباراة امام السنغال وقدمت مباراة كتنظيم كدفاع كمنظومة قدم مباراة جدا الناس طول الوقت عايزة الاداء الهجومي عايزة الشغل الهجومي والكلام على انه التطوير الهجومي في الاداء احنا بنشتغل دفاعي كويس بالتطوير الهجومي شيء تلعب مع منتخب كبير زي منتخب السادة او اي منتخب او اي فريق في العالم انت بتاخد حذرك انا وانت فرجنا على مباراة باريس سان جرمان والريال بديد مع بعض وازاي الريال كان متراجع جدا قدام باريس سان جرمان في المباراة الاولى عشان عارف هو بيلعب مع من صح ما انتفي معاك دكتور الرقال محاجم المقاوي هي منظومة والمنظومة الدفاعية هي الاصعب في تطويرها وتنفذها عن المنظومة الهجومية لان المنظومة الهجومية بتتطلب مهارات فردية لكن المنظومة الدفاعية بتتطلب مجموعة كاملة بتأدي ادوارها مجموعة كاملة بتتنغم مع بعض في الترحيلات مجموعة كاملة بتتنغم مع بعض في الضغط من اهم المتشاط الريفرنس بالنسبة لي ومرجع في بطولة افريقيا والفترة كيروشة ومتش المغرب احنا عملنا قدام المغرب منظومة في الضغط هيلة جدا في كل تحركات لعيبة في كل ترحيل للعيبة وكان غايب عندنا لعيبة في المارش ده وكان حتى أي من أشرف بدأ كلافت ميتفيلدر أو عن ناحية الشمال في نص الملعب ففكرت أن أنت بتدخل لعيبة بتفت في المنظومة على طول بتقدر أن هي تدي لك إمام عشور مثلا لو يلعب مارش الفاينل قدام ساديو ماني ويظهر بالمظهر ده محمد عبد المينعم فكل ده بيطمني أن منظومة كارلوس كيراش الدفاعية هي منظومة قوية آه عندنا بعض المشاكل في النواحي الهجومية ولكن هيتم تطورها إمتى؟ هيتم تطورها في ماتشين البلاي أفس لأن في ماتشين البلاي أفس أنت بتلاعب فريق عنده بين قصين كده غرور قروي شوية جاي كاسبان عليك في بطولة كاسبان أفريق جاي بيلعب الكورة الهجومية جاي عنده أسلحة هجومية كبيرة هيسيب لك مساحات لما يسيب لك مساحات إذا أنت واقف صح إذا أنت عامل منظومة دفاعية قوية هتقدر من خلال المساحات دي أن أنت تستخدم الترانزيشنات وتستخدم التحاولات الهجومية على محمد صلاح أو على لعبة الخط الهجومي بشكل كبير مع تقلق بقى مصطفى محمد فترة فيتعامل مرشاة كويسة مع صلاح طبعا كالعادة مع تريزيكي مع وجود كذا اسم في الدور المصري على مثلا إبراهيم عادل في وجهة نظري اللي ممكن يكون حل على الدكة أو أحمد عبدالقادر في غياب طبعا رمضان صبحي ربنا يرجعه بالسلامة فهيبقى عندك حلول هجومية لكن أسامي اللعيبة اللي نسأل أنا منها اللي هي في مستويات مش عالية زي الوينش عبد المنعم أبو الفتو أنا في وجهة نظري دول ما هيبقوا من أفضل اللعيبة في المتش الدوافع مختلفة المنظومة مختلفة تزديق المدير الفني هيفرق معنا كتير أوه صحيح مرمان شرفتوا نهارتك العادة حبيب كريم حبيب شرفتك دي كانت حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا فاشوفكم يا رب